بسم الله الرحمن الرحيم يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهدى إلى يوم الدين ثم أما بعد فدرسنا في هذه الليلة في العقيدة في هذا الكتاب المبارك كتاب التوحيد مع شرحه فتح المجيد وكنا قد استعرضنا في الدرس السابق الباب الذي عقده المؤلف عليه رحمة الله بقوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وقول الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا وقوله تعالى وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون وذكرنا ما ذكره الشارح على هاتين الآيتين العظيمتين وملخصه أن من يدعو من دون الله عز وجل نبياً أو ولياً أو ملك من الملائكة فإن هذا الدعاء هو عبادة والعبادة لا تصلح إلا لله عز وجل ولا يجوز أن تصرف لغيره ومن صرف العبادة لغير الله فقد وقع في الشرك ولا يكون الإنسان من أهل التوحيد ما لم يتبرى من الشرك وأهله ولهذا ذكر المؤلف بعد هذه الآية آية البراءة التي ذكرها الله عز وجل عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون فقدم البراءة من كل ما يعبدون واستذنى الذي فطره وهو الله سبحانه وتعالى فالمؤلف جعل هاتين الآيتين مفسرة للتوحيد بمعنى أن التوحيد لا بد أن يكون فيه من إثبات ونفي فأما الإثبات فهو إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى وأما النفي فهو نفي الأنداد والشركاء وكل المعبدات فلا بد أن يجتمع في التوحيد هذان الأمران إثبات العبادة لله سبحانه وتعالى ونفي العبادة عن غير الله عز وجل والبراءة منها ولو أن إنسان أثبت العبادة لله عز وجل لكنه لم يتبر من الشرك ولا من أهله فإنه في الحقيقة ما حقق التوحيد لأن تحقيق التوحيد هو إثبات ونفي وهو جعل العنوان للباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله وهذا من عطف الشيء على الشيء يعني عطف الشهادة على التوحيد لأن الشهادة هي معنى التوحيد والتوحيد هو معنى الشهادة ثم ذكر الآية الثالثة التي تفسر التوحيد وهي قول الله عز وجل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهذه الآية نزلت في اليهود والنصارى لأن الأحبار هم علماء اليهود والرهبان هم عباد النصارى واليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله وهل ممكن أن يتخذ الإنسان رباً من غير الذي خلق السماوات والأرض إذا ما معنى الربوبية هنا الربوبية هنا مفسرة بأنهم عبدوهم من دون الله عز وجل ولهذا جاء به بتفسير لا إله إلا الله وأيضاً يدل على أن تفسير لا إله إلا الله يشمل أنواع التوحيد الثلاثة كلها توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات فإن من تشهد لله شهادة الحق فإنه قد شهد لله عز وجل باستحقاقه للعبادة لأنه هو الذي خلق السماوات والأرض ولأن له الكمال المطلق فشهادة الحق هي تدل على أنواع التوحيد الثلاثة وممكن أن يطلق الرب على من عبد من دون الله سبحانه وتعالى ولهذا انظروا إلى قول يوسف عليه السلام لما خاطب الذين معه في السجن وقال له أرباب متفرقون خير؟ أم الله الواحد القهار؟ فدل على أن الناس في زمنه كانوا يتخذون أرباب متفرقة يعني أعطوها شيء مما يستحقه الرب وهو العبادة مما يختص به الرب فصارت لهم أربابا صارت لهم أربابا ولأن الربوبية إذا أفردت دخل فيها الإلهية ولهذا فإن العبد في القبر يسأل ما دينك ما نبيك من ربك والمراد من ربك الذي تفرده بالعبادة لأن المشركين كانوا يؤمنون أن ربهم الله عز وجل وليس السؤال في القبر عن ألمان بوجود رب وإنما عن إخلاص العبادة لهذا الرب فإخلاص العبادة لهذا الرب هو التي يكون عنها السؤال وقريب من هذا المعنى قول ببكر الصديق رضي الله عنه لما جاء الكفار يخنقون الرسول صلى الله عليه وسلم فخشي أن يقتلوا فصار يدفعهم عنه ويقول لهم أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله وهم كانوا يقولون ربنا الله لكن فرق بين قوله وقولهم فقولهم ربي الذي أعبده هو الله ولا أعبدوا غيره فما هي جريمته عندكم تقتلونه لأنه يقول أنا لا أعبد إلا الله فهذا معنى وإلا هم كانوا يقولون ذلك فليس سبب قتلهم لها أو محاولة تعذيبهم للرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يقول ربي الله بمعنى الربوبية العامة وإنما لأنه يقول ربي الله الذي لا يستحق العبادة غيره فهذا اليهود والنصارى كيف اتخذوا الأحبار والرهبان أرباب؟ هل كانوا يقولون أن الأحبار والرهبان يخلقون الأرض والسماوات؟ لا لكنهم يرون أمرهم واجب الطاعة يرون أن أمر الأحبار والرهبان واجب الطاعة لا يجوز مخالفته بدون عرضه على مستند آخر يعني لهم الطاعة المطلقة والطاعة المطلقة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى ولهذا طاعة المسلمين مقيدة بأنها في المعروف إنما الطاعة في المعروف وليس هناك أحد له حق الطاعة بإطلاق بدون عرضها على مستند شرعي وأما الرسل فلأن طاعتهم طاعة لله سبحانه وتعالى فطاعة الرسل لا تكون عبادة لهم لأنها طاعة لله عز وجل لأن الرسل إنما يأمرون بأمر الله فالطاعة لهم هي في الحقيقة طاعة لله كما أن سجود الملائكة لآدم عليه السلام هو ليس عبادة لآدم وإنما هو عبادة لله لأنه هو الآمر به فكذلك طاعة الرسل هي طاعة لله لأن الله هو الآمر بها وهؤلاء من اليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم واجبية طاعة طاعتهم مقدمة على كل شيء ولا ينظرون هل يتوافق طاعة الله أم لا توافق طاعة الله ولهذا صارت هذه الطاعة بهذه الطريقة مما يفسر معنى لا إله إلا الله لأنه لا مطاع إلا الله ليس أحد له الطاعة الكاملة إلا الله ليس أحد له الطاعة المطلقة إلا الله ولهذا أدرجها المؤلف هنا فيما يفسر لا إله إلا الله وذكر حديث حسنه جمع كبير من أهل العلم وهو أن عدي بن حاتم الطائي من قبيلة طي وكانت هذه القبيلة قد تنصرت في الجاهلية لأنهم في شمال الجزيرة وقريب من النصارى فتنصروا فلما غزاهم الرسول صلى الله عليه وسلم هرب حاتم إلى بلاد الشام ثم أراد الإسلام فرجع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم لكنه جاء على هيئته التي هو عليها فجاء وفي عنقه صليب ودخل على الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم أمط عنك هذا الوثن أمط عنك هذا الوثن يعني هذا الوثن الذي أنت متعلق به فسمى الصليب وثن لأن النصارى يعلقون الصليب متعلق قلوبهم به فهو مثل التميمة يظنون أنه يقرب لهم خيرا أو يدفع عنهم شر فهي عبادة لغير الله عز وجل ثم قرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الآية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ليبين له انحراف الدين الذي هو عليه فقال يا رسول الله نحن ما عبدناهم وهذا يدل على أنه فهم العبادة بمعنى أن نصلي لهم أو أن نركع لهم أو أن نسجد لهم أو نحو ذلك فبيّن له الرسول صلى الله عليه وسلم قال أليسوا يحلون لكم الحرام فتتبعونهم ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم قال نعم يعني هذا حاصل قال فتلك عبادتكم إياهم يعني كونكم اتبعتموهم في التحليل والتحريم فهذا اعطى لهم حق من حقوق الله عز وجل وهو حق التحليل والتحريم فإنه لا يحلل إلا الله ولا يحرم إلا الله ومن ظن أن هناك مخلوق من حقي أن يحل وأن يحرم فإنه قد أعطاه خصيصة من خصائص الله سبحانه وتعالى ولهذا تجدون وهذا الحديث عدي بن حاتم بعض العلماء ذكر في إسناده بعض الشيء لكن أكثرهم حسن هذا الحديث وأورده المفسرون مثل ابن جرير الطبري وبن كثير عند تفسير هذه الآية وأورده الشيخ عليه رحمة الله في هذا الكتاب وعقد له بابا مستقلا وسوف يأتينا بإذن الله باب مستقل لهذا الأمر فدل على أن طاعة المخلوق في المعصية إن كنت تعتقد أن هذه معصية وأنه لا يجوز له الطاعة استقلالا فهذه معصية من المعاصية يعني لو قال إنسان لك اشرب الخمر أو مارس الربا فإن كنت فأطعته وشربت الخمر ومرست الربا فإن كنت تعتقد أن فعلك هذا معصية وأن قوله هذا لا يرفع عنك الإثم ولا يرفع عنك الحساب فهذه معصية من المعاصي ومندرجة تحت الشركة الأصغر لأنك أطعته في المعصية لكن لو اعتقدت أن قوله هذا يرفع عنك الإثم وأن الخمر صار حلالا بمجرد أمره وأنك لن تسأل عما تفعل بناء على أمر هذا الشخص فهنا هذا من الشركة الأكبر ولهذا أدرجة المؤلف هنا في تفسير الشركة الأكبر أدرجة هذه الآية في تفسير الشركة الأكبر لأن اليهود والنصارى يرون أن التبع ارتفعت عنهم يرون أن التبع ارتفعت عنهم ما عد عليهم إثم مدام إن الأحبار والرهبان فعلوا فالأمر سائغ لا إثم عليه ولهذا لما حرف اليهود ما يتعلق بحد الرجم فإنهم حرفوا اليهود لما حرفوا الحد في التوراة فلما كثر الزنا في أشرافهم وهم لا يريدون أن يطبقوا الحد على الأشراف فاخترع لهم الأحبار حكم مخفف حتى ما يشق على الأشراف وهذا الحكم المخفف عندهم هو أن يحمموا وجه الزاني وأن يركبوه على حمار معكوس يعني وجهه جهة ذنب الحمار فكتب هذا على هامش التوراة ما قرره الأحبار فصاروا يطبقون هذا ويتركون حكم الله الذي هو الرجم ويطبقون هذا ويرون أن التبع ارتفعت عنهم مدام علماءهم جاءوا بحكم جديد فخلاص هذا الحكم هو المرضي وهذا تلعب بالدين تحريف ولهذا لما جاء الرسول عليه وسلم قال أتجدون أن الحكم للزاني هو هذا التحميم وأن يركب على الحمار قالوا نعم قال جيبوا التوراة فجاءوا بالتوراة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فلما جاءوا إليه وضع شوف كيف يكتمون الحق وضع القاري يده على الآية التي فيها الرجم وقرى التبديل والتحريف الذي فعله أحبارهم لكن الرجل الصالح عبد الله بن سلام الذي هداه الله للإيمان قال ارفع يدك هذه الآية فلما رفع يده فإذا فيه آية الرجم فذكروا سبب التحريف فمن حرف أحكام الله عز وجل وأطاع مخلوق في تحريف أحكام الله وظن أن التبع ارتفعت عنه وأن الأمر لا يواخذ عليه ولهذا يقول بعض العلماء استنصحوا الرجال وتركوا حكم الله عز وجل فمن ظن أنه صار حلالا بقول الأحبار فهذا من الشركة الأكبر ناقض للا إله إلا الله بخلاف من أطاع شخص في معصية وهو يعلم أنه عاصي وهو يعلم أنه لا طاعة له مطلقة إلا بعرضها على مستلد شرعي وهو طاعة الله سبحانه وتعالى طبعا هنا الشارع عليه رحمة الله يصحح هذا الحديث ولهذا قال وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم وبعض العلماء يقول حسن والحسن من قسم الحديث الصحيح وبالحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية على عدي بن حاتم الطائي فقال يا رسول الله لسنا نعبدهم قال أليس يحلون لكم ما حرم الله فتحلونه ويحرمون ما أحل الله فتحرمونه قال بلى قال النبي صلى الله عليه وسلم فتلك عبادتهم قال الشارع فصارت طاعتهم في المعصي عبادة لغير الله وبها اتخذوهم أربابا كما هو الواقع في هذه الأمة وهذا من الشركة الأكبر المنافي للتوحيد وهذا من الشركة الأكبر المنافي للتوحيد كما في هذه الأمة يعني أنه يحصل في هذه الأمة شيء من ذلك وهو يريد بذلك الذين يقدمون السياسات السلطانية على شرع الله عز وجل وبعض المفسرين ضربوا أمثل على هذا بقصة التتار فإن التتار لهم قانون معظم يقدمونه على كل شريعة يقدمونه على كل شريعة ويحكمون به في الدماء وفي الفروج وغير ذلك ويوجد شيء من هذا عند زعماء القبائل رؤساء القبائل فإنهم يحكمون في قضايا فيها نصوص وفيها أحكام شرعية من عند أنفسهم ويرون أن حكمهم هذا أفضل من حكم الشريعة بل ينافون من حكم الشريعة ولا يرضون إلا بهذه الأعراف القبلية فهؤلاء مثل اليهود والنصارى تماما هؤلاء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم وهؤلاء اتخذوا رؤساءهم وسلاطينهم وشيق قبائلهم اتخذوهم أربابا من دون الله إذا كان يظن أن هذا مباح وأن هذا من حقه من يحكم وأن هذا أفضل وأن هذا سائغ فهذا معنى قول المؤلف وقول الشارح فصارت طاعتهم في المعصية عبادة لغير الله وانتبهوا لأن لا يزل أحد ويظن كل طاعة في المعصي شرك فإن بعض من الناس يعني غلى في تفسير هذه الآية وجاء بمذهب الخوارج ولهذا الخوارج كانوا يحتجون في التحكيم على علي رضي الله عنه بهذا الأسلوب بل بأسلوب أفج من هذا لأن علي رضي الله عنه جعل حكمين يحكمان في قضية وهذا أن الحكمان هم من أهل الإسلام لم يقلوا يحكموا بأهوائكم ولم يقلوا يحكموا بالتوراة ولا بالإنجيل معروف أنك إذا اخترت حكم من أهل الإسلام وعالم وصحابي فإنه سوف يحكم بدين الله فهو لما حصل الخلاف بين المسلمين في زمن خلافة علي رضي الله عنه فاتفقوا على حكمين رجلين من الصحابة من أهل الفقه والعلم فغضب الخوارج وقالوا تحكم الرجال في دين الله وهو ما حكمهم في دين الله حكمهم بدين الله حكمهم بدين الله يعني يحكموا بدين الله ولا يظنوا بعلي غير ذلك ولا يرضون الصحابة أن يكونوا طواغيت ويحكمون بغير دين الله هذا غير وارد البتة وإنما يدرسون القضية ثم ينزلون حكم الله عليها لكن الخوارج عندهم أن هذه القضية محسومة أنت خليفة ومدى منك خليفة فلماذا ترضى بالتحكيم حكم الله عندهم متقرر هو قتال من لا يرضى بخلافتك فمعنى ذلك أنك تريد حكم غير حكم الله وهذا غير وارد عنده رضي الله عنه لكنه أراد أن يقنع وليس وارد عن جميع الصحابة أنهم يريدون حكما غير حكم الله عز وجل غير وارد البتة لأنهم يعلمون الوعيد الشديد في من لم يحكم بما أنزل الله كما قال الله عز وجل ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون ولهذا كانوا يعارضون ويقولون لا حكم إلا لله ويقول رضي الله عنه كلمة حق أريد بها باطل كلمة حق صحيح أنه لا حكم إلا لله إنه الحكم إلا لله لكن من الذي ينزل هذا الحكم في الواقع الذي ينزله في الواقع هم أهل الاجتهاد من أهل العلم هم الذين ينزلون حكم الله لكن لو قال شخص أنا ما أرغب حكم الله أنا أرغب حكم آخر فلا شك أن هذه ردة والعياذ بالله إذا كان لا يرضى بحكم الله ولا يرغبه ولا يريده ويريد أن يحتكم إلى غير دين الله عز وجل فهذه ردة والعياذ بالله فلهذا هنا أدرجها المؤلف عليه رحمة الله في ما ينقض التوحيد وجعلها من الشركة الأكبر بهذا المعنى فمن جعل كل طاعة في معصية شرك بالله عز وجل فهذا لا شك أنه غلو من جعل كل طاعة شرك أكبر شرك أصغر ممكن ممكن أن يكون من الشرك الأصغر في الطاعة لكن شرك أكبر ينقض الإسلام فإن هذه معصية من المعاصي لكن لو أطاعه في التحليل والتحريم أو أطاعه في تغيير الشريعة أو أطاعه في عبادة القبور أو أطاعه في الشرك لأنه إذا أشرك أصلا من غير ما يطيعه يعني هذا بلى على بلى يعني لو قال له تعال اذبح عند هذا القبر فقال سمعا وطاع الذبع عند القبر هو شرك ولو لم يطعه فهو جمع بين الأمرين فهذا أدهى وأمر ولهذا فرق في الطاعة في الشرك والطاعة في المعصية فإذا أطاعه بالشرك فهذا قطعا مشرك لفعله للشرك ومشرك لأنه أطاعه بالشرك لكنه لو أمره بمعصية قال افعل كذا وليست من الشرك فهنا ينظر إليه هل ويرى أنه واجب الطاعة وأن أمره لا يناقش وأن أمره لا يعرض على مرجعية طاعة مستقلة وكثير من أصحاب القوانين الوضعية الآن والعياذ بالله يقعون في مثل هذا فتجد أنهم يرجعون إلى برلمانات ومجالس ويقولون لهم شرعوا لنا من غير عرضها على الكتاب والسنة أما لو قالوا لهم ضعوا تنظيمات أو أحكام وأنتم مقيدون بالكتاب والسنة فهذا لا حرج فيه لكن إذا قالوا بما تشاءون ولهذا تجد هؤلاء أصحاب البرلمانات الذين يشرعون يأتون بقوانين فرنسية وإيطالية وبريطانية وجمعونها من كل حدب وصوف لأنه ما عندهم معتقد أن المرجع إلى الشريعة فإذا اعتقدوا ولذلك يقولون في دساتيرهم الشعب مصدر السلطات يعني الشعب هو الذي يملك السلطات والسلطات عندهم هي السلطة التنفيذية والسلطة القضائية والسلطة التشريعية يعني التي تشرع الأحكام وفرق بين تغيير أحكام دين الله عز وجل وبين السلطة التنظيمية يعني سلطة تنظيمية ترتيبية إدارية يعني يجتهد الناس فيها في حدود الشريعة يعني شخص مثلا يريد له يسوله مكتب ويقول فيه كاتب وارد وكاتب صادر وكاتب إرشيف ونحو ذلك ويجعلها قوانين أو يجعل قوانين مثلا لتنظيم الشوارع الشارع عرضه كذا وطوله كذا ونحو ذلك فهذه ترتيبات إدارية لا تصادم الشريعة لكن لو قالوا احكم في الدماء وفي الفروج ونحو ذلك بما تشرعه فجاء يقول نصيب البنت من المراث مثل نصيب الذكر هذا مصادم للقرآن ولا ما هو مصادم مصادم للذكر يمثل حظ الأنثين قال لا 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 الغرب عنده لابد من المساواة بين الذكر والأنثى تريدون الغرب يضحك علينا ويتهمنا بأن عندنا عنصرية ضد المرأة فماذا تريد قال نسوي بينهم أو أصدر تشريعاً أن المرأة تتزوج من ترغب مسلم أو كافر تقول الشريعة تحرم أن المسلم تتزوج الكافر يقول لا كما أن نساهم نتزوجهم نحن فهذا أيضاً كذلك هذا ما ينظر لنصوص الشريعة هذا من رأسه يعني يفعل أحكام من عنده يصرف أحكام من عنده أو يقول الربا أمر مهم للاقتصاد الربا أمر مهم للاقتصاد فلا بد من تنمية الثروة تنمية عظيمة تقول هذا بنص القرآن يمحق الله الربا ما أحوجك أنك تأخذ الربا فقال لا لا هذا تنمية اقتصادية هذا ما في شي ما في شي ففرق بين أن يقول أنا مخطي أتوب إلى الله وقعت في الربا لشهوة هذا يختلف وشخص يقول لا هذا تنمية اقتصادية ما في شي لاحظتم الفرق كيف فهذا مثل اليهود والنصارى الذين يستحل يعني يتبعونهم في التحليل والتحريم والناس يخلطون بين هذين الأمرين فبعض من الناس يكفر المجتمعات على التنظيمات الإدارية وهذا غلو لا شك في ذلك وبعض من الناس يجعلها من باب واحد فيجعل تغيير الشريعة وتبديل الشريعة واستبدالها بقوانين كفرية وضعية يلحق بهذا الأمر فهذا غلط وهذا غلط فيحمل كل شيء في محمله بالدليل الصحيح وهذا الذي سار عليه المؤلف والشالح في هذا الكتاب العظيم ثم ذكر بعد هذه الآية قول الله عز وجل ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله وهذه الآية داخلة في تفسير التوحيد نعم تفسر لا إله إلا الله نعم كيف تفسر لا إله إلا الله لأن من اتخذ ندا والند هو الشبيه هو النظير وهل فيه شخص يقول إن فيه مخلوق شبيه لله أو نظير لله إذا أعطيته شيء من خصائص الله فهذا معنى الندية جعلته له ند إذا أعطيته شيء من خصائص الله من خصائص الله مثلا علم الغيب المطلق فإذا قلت إن هذا الشخص يعلم الغيب المطلق كما يقول بعض الشعراء المنحرفين ومن علومك يخاطب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ومن علومك علم اللوحي والقلم ومن علومك يعني علومك أكثر من ذلك كل ما في اللوحة المحفوظ أنت تعلمه وكل ما خط به القلم الذي لما خلقه الله عز وجل وقال له أكتب قال وما أكتب قال أكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة فمعنى ذلك أن علومه أكبر من ذلك وأن كل ما وكائن إلى قيام الساعة يعلمه الرسول صلى الله عليه وسلم أرأيتم من الحراف كيف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم تضيع ناقته ولا يدري في أي شعب من الشعاب ويأتي المنافقون ويلمزون ويقولون هذا يأتي بالخبر من السماء ويقول أخبرني ربي ويأتي بالوحي ولا يدري أين ذهبت ناقته وهذا ليس بمستغرب عند الصحابة لأنهم يعلمون أنه بشر لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل فيخبرهم بذلك يخبره الوحي فيخبرهم فيقول أنه ناس قالوا كذا وأن الوحي أخبرني وقال أن جبريل أخبرني أن ناقتي تعلقت بخطامها تعلقت بخطامها في الشعب الفلاني فذهبوا فأتوا بها فهو لا يعلم صلى الله عليه وسلم إلا ما علمه الله ولهذا أنظروا لما اتهم أهل النفاق زوجته رضي الله عنه وصلى الله وسلم على الرسول عليه وسلم لما اتهموها بالزنا كان الرسول عليه وسلم يسأل الخادمة ويسأل بعض الناس يقول هل رأيتم عليها شرا؟ ما يعلم ما كان يعلم هل هي برية أم ألمت بذنب وهذه ما مكتوب في اللوحة المحفوظ؟ مكتوب فهذا الذي يقدسون أبياته ويقولون في الموالد والعياذ بالله دل على أن بعض الناس لا يعرف التوحيد من الشرك يقول ومن علومك علم اللوحي والقلمي يعني كل ما في اللوح تعلمه فهذا جعل لله نداً ولا ما جعله نداً؟ جعله نداً فهذا معنى الندية ليس معنى الندية أن يقول أنه خلق السماوة الأرض لكنه إذا أعطيته خصيصة من خصائص الله قلت يعلم الغيب المطلق قلت يصرف الكون يصرف الكون وهل فيه أحد ممكن يقول عن مخلوق أنه يصرف الكون؟ انظروا إلى الذين يتكلمون عن الأقطاب ما معنى القطب عندهم؟ القطب عندهم هو الذي يدور عليه راح الكون هذا معنى القطب عندهم ولهذا يقولون الكون يديره أقطاب أربعة فمعنى هذا أنه قطب يدور عليه الكون وبعضهم يسمونهم أهل الديوان وبعضهم فعندهم أنهم يتصرفون في الكون يتصرفون في الكون ولهذا يخافون منهم يقولون لو أراد الولي أن يقلبك حماراً قلبك حماراً فيخافون منهم فهم أعطوهم شيء من خصائص الله عز وجل من الذي يدبر الكون؟ من الذي يصرف الكون؟ هو رب السماوات والأرض فكل من أعطى لله خصيصة من أعطى لغير الله خصيصة من خصائص الله عز وجل فقد جعله نداً لله عز وجل وهذه الندية تكون بقول اللسان مثل قول هذا ومن علومك علم اللوحي والقلمي وتكون بأعمال الجوارح لما ياتي عند ضريح الولي ويسجد على العتبة على الأرض ولهذا يسمون الأعتاب المقدسة أعتاب الأضرحة هذه التي بنيت أعتاب المشاهد التي بنيت على القبور هذه مقدسة فياتي راكع من بعيد ثم يسجد على العتبات هذا جعله نداً لله ولا ما جعله جعله نداً لله لأن السجود لا يكون لله سبحانه وتعالى الركوع لا يكون لله سبحانه وتعالى العجيب الأمر أنك ترى هذا الشخص يقول لا إله إلا الله وما أدري ماذا فهم من لا إله إلا الله ما أدري ماذا فهم من معنى لا إله إلا الله فإن معنى لا إله الله أنه لا يستحق العبادة إلا الله فهو يكذب نفسه فهو بين أمرين إما أن يقول السجود ليس بعبادة وهذا لا يمكن بالأدلة من القرآن والسنة السجود من أعظم العبادة وإما أن يكذب نفسه وإما أن يهرف بكلام لا يعرف له معنى فهذا ندية في أعمال الجوارح والأولى ندية في قول اللسان والمحبة ندية بالقلب لأن المحبة محلها القلب فهل ممكن أن يكون عندك ندية في قلبك؟ نعم يكون عندك تعظيم للمخلوق أكبر من تعظيم الله سبحانه وتعالى يكون عندك تعظيم للمخلوق أكبر من تعظيم لله وعندك أنه أرحم لك من الله ولهذا بعضهم الآن يذهب إلى الأضرحة ويرجو من قبلها الخير أكثر مما يرجو من الله فتجد ما يدعو الله دعاءاً حاراً في المسجد أو في بيته أو في ثلث الليل الأخير لكن إذا جاء عند الظريح نزلت عليه الدموع وبدأ يبكي ويرجو الرحمة من قبل فهذا ندية بالقلب هذه ندية بالقلب لكن أهل الإيمان أشد حباً لله أشد تعظيماً لله أهل الإيمان فهم الذين يعظمون الله تعظيماً حقيقياً بدليل أن أحدهم يود أن يلقى في النار ولا ينتقص الله سبحانه وتعالى يعني لو قلت له هل أرمي بك في النار ولا تنتقص الله قال لا أرميه في النار ولا أنتقص الله سبحانه وتعالى فهؤلاء حبه ما شد ولا ما هو أشد هذا أحد الأوجه في تفسير الآية ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حباً لله يعني أشد حباً لله من حب المشركين لأندادهم وممكن وممكن أن يكون المشركون حبهم للأنداد أشد من حب الله عز وجل يكون حبهم للأنداد أشد من حب الله ولهذا يقدمون مرضاتهم على مرضات الله سبحانه وتعالى ولهذا قال ذكر هنا الشالح قول ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية قال ابن كثير يذكر الله حال المشركين به في الدنيا وما لهم في الدار الآخرة حيث جعلوا لله أنداداً أي أمثالاً ونضراء يعبدونهم معه ويحبونهم كحبه لا إله إلا هو ولا ضد له ولا ند له ولا شريك معه وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندّاً وهو خلقك هذا أعظم ذنب في الوجود أن تجعل له ندّاً وهو خلقك بمعنى أنه لا ندّ له لأنك لن تقول أن فيه خالق غيره فما دام أنه لا ندّ له في الخلق فإنه لا ندّ له في استحقاق العبادة وقوله تعالى والذين آمنوا أشد حباً لله قال ولحبهم لله تعالى وتمام معرفتهم به وتوقيرهم وتوحيدهم لا يشركون به شيئاً بل يعبدونه وحده ويتوكلون عليه ويلجأون إليه ويلجأون في جميع أمورهم إليه ثم توعد تعالى المشركين بالله الظالمين لأنفسهم بذلك قال تعالى ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعاً قال بعضهم تقدير الكلام لو عاينوا العذاب لعلموا حينئذ أن القوة لله جميعاً أي أن الحكم له وحده لا شريك له فإن جميع الأشياء تحت قهره وغلبته وسلطانه وأن الله شديد العذاب كما قال تعالى فيوم إذن لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يقول لو علموا ما يعاينون هناك وما يحل بهم من الأمر الفضيع المنكر الهائل على شركهم وكفرهم لن تهو عماهم فيه من الظلال ثم أخبر عن كفرهم بأعوانهم وتبروا المتبوعين من التابعين فقال تعالى إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا تبرأت منهم الملائكة الذين كانوا يجعمون أنهم يعبدونهم في الدار الدنيا فتقول الملائكة تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون يعني أنهم يطيعون الشياطين ويعبدون الشياطين ويقول قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون والجن أيضا يتبرأون منهم ويتنصلون من عبادتهم لهم كما قال تعالى ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين انتهى كلام ابن كثير عليه رحمة الله وذكر عن ابن جليل عن مجاهد في قوله تعالى يحبونهم كحب الله قال مباهى ومباهى للحق سبحانه بالأندات والذين آمنوا أشد حبا لله قال من الكفار لأوتانهم قال المصنف عليه رحمة الله ومن الأمور المبينة لتفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله آية البقرة في الكفار الذين قال الله تعالى فيهم وما هم بخارجين من النار وهي هذه الآية ثم ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام لأنه حب معه شرك فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما فلم يدخلهم في الإسلام فكيف بمن أحب الند أكبر من حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده قال وفي الآية بيان أن من أشرك مع الله تعالى غيره في المحبة فقد جعله شريكا لله بالعبادة واتخذه ندا من دون الله وأن ذلك هو الشرك الذي لا يغفره الله تعالى كما قال تعالى في أولئك يعني الذين يحبون الأنداد وما هم بخارجين من النار والذي لا يخرج من النار أبدا هذا الكافر أما المسلم العاصي لو كانوا من أهل الإسلام فإنهم يخرجون ولو بعد مئات السنين لكن لما قال وما هم بخارجين من النار يعني أصحاب خلود في النار فهذا يدل على الكفر الأكبر وقوله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب قال المراد بالظلم هنا الشرك كقوله تعالى ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فإن الظلم في هذه الآية المراد به الشرك إن الشرك لظلم عظيم كما فسر الرسول عليه وسلم بذلك أن المراد بهذا الظلم في هذه الآية هو الشرك الأكبر فمن أحب الله وحده وأحب فيه وله فهو مخلص لأن الحب في الله لما تحب شخص في الله وتحبه لله فهذا لا علاقة له بالندية لأنك أحببته لله هذا أحببته لله كما أنك لما تطيع من أمرك بالحق أطعته طاعة لله فهذه المحبة لا تنقص التوحيد بل هي من التوحيد لأنك أحببته لأجل الله عز وجل ومن أحبه وأحب معه غيره فهو مشرك كما قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض في راشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون وأنتم تعلمون أنه لا ند له فلا تجعلون له لأنكم ليس له ند الله عز وجل ليس كمثله شيء هل تعلموا له سمية فتعلمون أنه لا ند له لكنهم يقعون في الندية في بعض الأمور قال الشيخ الإسلام بن تيمي رحمه الله ما معناه فمن رغب إلى غير الله في قضاء حاجة أو تفريج كربة لزم أن يكون محبا له ومحبته هي الأصل في ذلك يعني إذا ذهب إلى ولي يريد أن يفرج كربته أو نحو ذلك وهو ميت وغائب يعني الذين يدعون أو تطلب منهم تفريج الكربة ثلاث أصناف حاضر قادر حاضر قادر وغائب وميت وحاضر ليس بقادر إذن كم التقسيم رأي حذيفة أربعة حاضر ليس بقادر غائب عنك ميت حاضر قادر وحاضر ليس بقادر وغائب عنك وميت فأما الحاضر القادر ف لو وقعت في بير وعندك شخص في طرف البير فهذا حاضر فقلت يا فلان أنقذني خلصني من ورطتي فنزل عليك الحبل وأخرجك فهذا لا شيء فيه لأنك سألت حاضر قادر لكن زوجتك لا تلت وعندك شخص حاضر شيخ فقلت يا شيخ زوجتي لا تلت وأنا أوليد ولد وهذا الشيخ حاضر ويسمعك لكنه غير قادر ما يستطيع أن يأتيك بولد أو تقول أرضنا أجدبت ونحن نريد الغيث فهذا شرك بالله حتى وإن كان حاضر لأنه لا يملك هذا لأنه لا يملك أن يفرج كربك ولا أن يعافيك من المرض ولا أن تأتي زوجتك بولد ولو كان حاضر فهذا شرك لو كان غائب لو كان غائب بعيد عنك لكنه لو كان حاضر استطاع إنقاذك يعني سقطت في البير فالرسول حسلم بعيد عنك لو كان الرسول على طرف البير يستطيع إنقاذك لكنه غائب بعيد عنك يعني أنت وقعت في بير في تبوك فقلت يا رسول الله انقذني هذا شرك لأنك اعتقدت أنه له تصرف في الكون يستطيع بقوته أو قدرته أن ينقذك ولهذا كل كل الأزمات التي تحدث للصحابة في زمن حياة الرسول عليه السلام ما كانوا يسألون الرسول عليه السلام أبدا إذا وقع أحد منهم في ورطة والرسول موجود وعلى قيد الحياة ما يسألونه شيء غاية ما يقولون اللهم بلغ عنا نبيك يسألون الله اللهم بلغ عنا نبيك فيما نحن فيه لكنهم يقولون يا محمد انقذنا من الورطة التي كنا فيها انصرنا هذا غير فهذا شرك بالله وهو محمد صلى الله عليه وسلم فكيف من قال يا سيدي البدوي ولا يا حسين ولا غيره مما يدعوهم يدعوهم الناس الآن وهو كيف تقارن هذا بمحمد صلى الله عليه وسلم فهذا الميت مثل الغائب تماما يعني وقعت في بير ما تخاطب ميت وتقول يا ميت انقذني بدليل أن الصحابة جميعا بالآيات والأحاديث ثم أن الصحابة جميعا بعد وفاة الرسول الله عليه وسلم ما سألوه شيئا ما طلبوه شيئا البتة ما قالوا يا رسول الله نريدك تستغيث لنا المطر يا رسول الله يدعو لنا كذا ما سألوه البتة لأنهم يعلمون أن عمله قد انقطع فيما يتعلق بالأعمال الدينوية وأن الميت لا يسأل البتة فلا يسأل محمد صلى الله عليه وسلم ولا إبراهيم ولا غيره فهذا معنى كلام معنى كلام شيخ الإسلام من تيمية أنه محبته في الأصل متجهة إلى هذا الذي توجه له لتفريج الكرب ثم قال بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله تنفي كل شرك في أي نوع كان من أنواع العبادة وتثبت العبادة بجميع أفرادها لله تعالى وقد تقدم بيانا أن الإله هو المألوه الذي تالاه القلوب بالمحبة أول ما تالاه القلوب بالمحبة والتعظيم وغيرها من أنواع العبادة فلا إله إلا الله فلا إله إلا الله نفت ذلك كلهم عن غير الله وأثبتته لله وحده فهذا هو ما دلت عليه كلمة الإخلاص مطابقة فلا بد من معرفة معناها واعتقاده وقبوله تعرف المعنى الصحيح للا إله إلا الله ثم تعتقد يعني تصدق به وتوقن ثم تنقاد له ثم تعمل به ظاهرا وباطنا وهنا ذكر كلام نفيس لابن القيم عليه رحمة الله قال فيه فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه يعني توحيدك توحيد الحب أن لا يتعدد عندك الحب حب الله لوحده مقدم لا يتعدد محبوب أي مع الله تعالى بعبادتي له وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى يبذلها له لأيه لله فهذا الحب قال وإن سمي عشقا يعني وجد بعض الناس يسميه عشق لكن هذا التسميه باطلة ولهذا يذكرون عن رابع العدوية ومن في طبقتها من الصوفية أنهم يقولون نحن نعشق الله وهذا ما يجوز لأن العشق مشتهر في محبة المخلوق ولأن العشق يختلط بالشهوة ومحبة الله عز وجل التعظيمية أعلى من ذلك بكثير فهنا قوله وإن سمي عشقا العبارة غير مناسب بل الأصل لا يسمى عشقا الأصل لا يسمى عشقا ولا يجوز أن تطلق على الله حب العشق ولا يجوز أن تقول أنا أعشق الله وإنما تاتي بالعبارة الشرعية الواردة في الكتاب والسنة قال فهو غاية صلاح العبد ويقصد به الحب وليس العشق فهو غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسوله أحب إليه من كل ما سواهما وأن تكون محبته لغير الله تابع لمحبة الله تعالى فلا يحب إلا فلا يحب إلا الله ولا يحب إلا لله كما في الحديث الصحيح ثلاث من كن فيه ثلاث من كن فيه يقصد وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم هي من محبة الله ومحبة المر إن كانت لله فهي من محبة الله وإن كانت لغير الله فهي منقصة لمحبة الله يعني ملخص الكلام أن المحبة تنقسم إلى ثلاثة أقسام محبة تعظيمية محبة تعظيمية فهذه خاصة بالله سبحانه وتعالى محبة لأجل الله فهي داخلة في محبة الله عز وجل محبة طبيعية مثل محبة الحلوى ومحبة الشراب وأقصد بالشراب الماء محبة الزمزم والطعام ونحو ذلك فهذه المحبة تسمى محبة طبيعية وهذه لا تتعارض مع محبة الله عز وجل لأن هذه محبة طبيعية مفتورة الإنسان عليها أن الإنسان يحب ما يلائمه محبة مزاحمة لمحبة الله فهذه درجات محبة مزاحمة لمحبة الله يعني تقدمها على محبة الله تقع في معصية الله لأجلها فهذه تنقص محبة الله عز وجل وهي متدرجة تصل إلى درجة الكفر الأكبر إذا حملك محبة المال على الوقوع بالكفر إذا حملك محبة المال يعني لو قال لك الكفار تكفر بالله عز وجل ونعطيك مال فقلت أكفر وهاتو المال فهنا هذه المحبة حملتك على الكفر فهذه محبة شركية محبة حملتك على المعصية على وقوق كبيرة من الكبائر فهذه محبة دون الكفر لكن تندرج في الشركة الأصغر ولهذا تسمي من وقعت منه بأنه عابد لغير الله كما في الحديث تعسى عبد الدرهم عبد الدرهم تعسى عبد الدرهم تعسى عبد الدينار تعسى عبد الخميصة فهذا محبته لها جرته إلى الوقوع في الحرام فسمي عبدا للدرهم والدينار لأنه قدم محبته على محبة الله عز وجل فإن كان هذه المحبة أوصلته إلى الشرك فهي محبة شركية فإن كانت في حدود المعاصي فهي المذكورة وهي من الشرك الأصغر إذن كما نوع المحبة محبة خالصة لله سبحانه وتعالى وهي محبة تعظيمية وهي نوع من أنواع العبادة لله عز وجل بل من أعظم أنواع عبادات القلوب محبة الله عز وجل ومحبة طبيعية لا تعارض دين الله عز وجل ومحبة مقدمة على محبة الله عز وجل وهي درجات متفاوتة فهنا الأخ يقول الصلح الذي يتم عند شيوخ القبائل حيث يقول الشيخ للمتقاصبين أنا أصلح بكذا وليس حكم نقول فرق بين الحكم والصلح فإن الصلح ما لم يحرم حلالا أو يحل حرام فهو جائز الصلح جائز بين المسلمين لكن لو أصلح بحرام لو أصلح بحرام فإنه مردود عليه كما أن ذلك الرجل في زمن الرسول تصالح مع رجل زنى بامرأته فتصالح على شيء من المال فرده الرسول سلم لأن هذه فيها حدود فلو تصالح على إسقاط الحدود فالصلح باطل إذا كان هذا الصلح يحل حراما أو يحرم حلالا فهو مردود فإن لم يكن فإنه لا باس به والصلح غير التحكيم الصلح يرضى كلا الطرفين والتحكيم أن يقال له أحكم بيننا فهنا الذي يحكم لا بد أن يعرف الأحكام الذي تقول له أحكم بيننا فلا بد أن يعرف الأحكام حتى يحكم ومشكلة الأعراب الآن أنهم يتحاكمون إلى رجل لا يحسن الوضوء لا يعرف أحكام الوضوء بل لا يعرف كثيرا من أحكام الصلاة لا لشيء إلا لأنه شيخ القبيل مثلا أو لأن أباه كان يحكم بين الناس فهم يأتون إليه بهذه الطريقة فهذا لا يجعلونه حكما في هذه الأمور التي فيها أحكام شرعية أما يجعله مصلحا يوازن بين الأمور ثم يصلح ثم يرضون بذلك فهذا لا حرج ما مسؤوليتنا نحن المسلمين تجاه الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله واجبك أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر وأن تبين له من استطعت ذلك هذا الأمر وأن تنشر هذا الحكم عند الناس وأن تبينه ولا يجوز لك أن تقر المنكر والشرك ولا يجوز لك أن تقر الكفر ولا يجوز لك أن ترضى به فتبين للناس أن الحكم لله عز وجل وأن الحكام هم منفذون لحكم الله يعني هم يحكمون بشرع الله عز وجل فهم مكلفون أن يحكموا بشرع الله عز وجل ولهذا إن خير من استجرت القوي الأمين يعني قوي في حكم الله يطبق حكم الله عز وجل وهذا هذا الحاكم الشرعي ننظروا إلى قول الرسول سلسل لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد سلسل يدها ترجمة نانسي قنقر